مجلس الوزراء الأردني منح إذن في آخر جلساتها الضوء الأخضر للبدء بمشروع أمبوب النفط العراقي الأردنية دولتها كانت توقعتها عام 2013 اتفاقية لمدى أمبوب لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية هذا الأمبوب يبلغ طوله 1700 كيلومتر وسينقل النفط الخام من حقل رميلة في البصرة إلى مرافق التصدير في العقبة بسعة مليون برميل يوميا العراق صاحب ثالث أكبر احتياطي نفط في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل وسيصهم هذا الأمبوب في زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه إلى العالم طبعا أما بالنسبة إلى الأردن فسيؤمن له احتياجياته اليومية من النفط الخام التي تبلغ 100 ألف برميل بالإضافة إلى 100 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا تكلفة هذا المشروع تبلغ 18 مليار دولار